السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بيكو بقى في فيديو جديد ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة كفتة الحاتي ان شاء الله هتعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا بس يا ريت بقى لو بتشوفيني الاول مرة دوسي اشتراك للقناة وفعلي علامة الجرس اللي جنب كلمة اشتراك اعمليها الكل علشان يوصل لك كل فيديو بنزله ودوسي بقى لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس النهاردة بقى هعمل معاكم الكفتة الحاتي بطريقة سهلة جدا بصراحة هتعجبكم جدا وطعمها بصراحة يعني حكاية معايا هنا بقى المقادير نص كيلو من اللحمة المفرومة طبعا بتكوني فرمها كويس يعني تخلي الجزار يفرمها لكويس علشان الكفتة وبتفرمي عليها يعني تقولي للجزار افرم لي عليها ممكن لي ممكن حتة يعني دهنة يعني الكيلو بتفرمي عليه 20% من الدهن علشان الكفتة ما تنشافش معاكي انا بقى معايا هنا البهارات بتاعتي ملح وفلفل ورشة قرفة ورشة جنزبيل كفتة الحاتي ما بيبقاش عليها اي بهارات تانية غير الملح والفلفل انا بس ضفت من عندي رشة القرفة ورشة الجنزبيل بصراحة يعني خلت طعمها حلو قوي ومعايا بقى هنا بصلة متوسطة انا طبعا هبشرها في المبشرة بس حبيت اقول بقى للبنات اللي لسه مبتدئة في المطبخ وكده لو هتبشوري البصلة ما تشليش الراس بتاعت البصلة تمام؟ البصلة هتفك كده منك ومش هتعرفي تتحكم فيها ولا اي حاجة خالص شايفين طبعا بتبقى سهلة عليك في البشر ويفضل طبعا انك تبشوريها في المبشرة اليدوية افضل من الكبب لان بتيجي معاك نعمة جدا لكن الكبب بتجيبلك فيها حتة صغيرة كده بتضطري انك تشليها بقى وكده يعني فبصراحة انا فضلت في الكفتة المبشرة اليدوية دي شايفين البصلة طبعا مفكتش معايا بقى خالص وانا ايه ببشرها دي فايدة انك ما تشليش الراس طبعا بقى ايه الكفتة علشان ما تفكش لازم وتبقى متماسكة لازم اصفي البصلة كويس جدا من اي مية فيها اي ثويل فيها ام لو حطيتها بالثويل بصراحة هتفك معاك ومش هتعرفي انك تعمليها تشكليها خالص على يعني صوابع او كده بصراحة يا بناك جربوها انا جربت ان انا حط على الكفت حاجات كتيرة جدا مفيش افضل من انك تحطي لها بصل وفلفل وملح ممكن بس اي بهارات لو عايزة تحطي حاجة بسيطة خالص علشان طعم اللحمة يبان انا حتى لما حطت قرفة وجان زبيل حط رشة صغيرة خالص مش كتير علشان طعم اللحمة يكون ظاهر انا النهار ده هشويها معاكو في الفرن لكن ان شاء الله في فيديو تاني هعملها معاكو على الفحم برضو بتبقى جميلة جدا هحط بقى البهارات الملح التاعي والفلفل والقرفة والجنزبيل وطبعا بقى هقلبها كويس الحاجة بقى المكون يعتبر السحري يعني اللي بتضفيه للكفتة وبيخليها بقى تفضل هشة معاكو كده يعني مش بتكش بقى ولا ولا بتبقى مكتومة من من جواها وكده بتحطي لها حوالي يعني نص كيلو بتحطي له حوالي نص معلقة من البيكينج بودر تمام طبعا الميا بتاعت البصل مش هرميها حطها على جنب دلوقتي هقولوكو هعمل بها ايه هقلبها بقى كويس طبعا كل لما بتكون اللحمة نعمة يعني مفرومة كويس بتبقى نتيجتها احلى بعد ما فرمتها بقى ايه هحطها في التلاجة شوية ممكن تسيبيها بقى ساعة كده او ساعتين براحتك يعني ممكن تبيتيها ليلة وتعمليها من قبلها يعني بيوم وتاني يوم تصبعيها بقى وكده انا حطيتها بس شوية في التلاجة بتبقى النتيجة بتاعتها احلى اللحمة بتتشمع كده وبتبقى حلوة وبتبقى يعني طعم البصل بقى يعني بيدي طعم حلوة قوي للكفتة وكده آآ جبت بقى صانية معايا بدهنها طبعا بالزيت آآ انا بقى بحب ايه اعملها على آآ يعني بعملها صوبع كده شايفين اللهم صلى على سيدنا محمد الكلام بيروح من دماري المسان اللي هو بتاعي استكاكينه وكده بحب ان انا ايه اصبعها عليه بصراحة بتطلع حلوة قوي من جوة كده بتبقى آآ فيها فتحة كده من جوة وبتبقى حلوة ما بتبقاش مكتومة بقى معايا وبعاك ايه دي كده يعني بابل لها بس في مية البصل وببدأ ان انا ايه امسح عليها كده لو عايزة بقى تعطيها شكل الكفتة بتاعة الحاتي بعد ما بتصبعيها كده على السيخ آآ بعملها كده بسبعين بس بسبعين بس كده آآ بيعطيها الشكل اللي هو ايه بتاع الحاتي انا حبيت ان انا اعطيها الشكل ده بيبقى حلو المية بقى البتاعة البصل دي فايدتها بتدي طعم حلو للكفتة بصراحة بتديها طعم حلو قوي يعني ممكن برضو تحطي لها شوية آآ ملح أو آآ بس انا كنت حطة الملح بتاعي في الكفتة محبيتش ان انا حط فيها اي بهارات او اي حاجة او فلفل او كده آآ هنا بعد بقى ما خلصت الصينية بتاعتي هدخلها بقى الفرن بتحطيها آآ على الشبكة يعني ما تحطيهاش على الصاجة حط طلعيها درجة واحدة بس في الفرن آآ اللي فاض مني بقى في البصل في مية البصل دي انا حطتها فوق الصينية كده ايه عشوائي تمام آآ لو حبيتي بقى ان هي لو بعد ما خلصت لقتيها عايزة تحمر بس من الوش هتولعي لها الشوية بس مجرد بس تاخد لون وتشيليها على طول الكفتة بقى طبعا هي مش محروقة معايا ولا حاجة صينية بس آآ بصراحة الاضاءة طبعا مش حلوة انا هحاول ان انا هشوف حل للاضاءة آآ مش مبينة طبعا اللون بتاع الكفتة بصراحة وراجم ان كان لونها كان حلو جدا هعمل لها بقى فحمية كده في الاخر آآ بتديها طعم حلو جدا كأنها مش روية على الفحم بس انا ان شاء الله في فيديو تاني هعملها معاكم على الفحم آآ برضو بتبقى بقى احلى واحلى يعني آآ حطيت بقى يعني اي طبق صغير ممكن ورقة آآ ألمونيا كده صغيرة وبتحط فيها معلقتين زيت او معلقة زيت بس وبحط الفحمية طبعا بكون مسخناها كويس على البتجاز وبشيلها كده بحطه طبعا بغطي وبستبه حوالي دقيقتين او كده شايفين بعد الدقيقتين برضو بصراحة الدخان برضو كان كتير يعني بتضي بقى طعم للكفتة حلو جدا بس زي ما قلتلكم الاضاقة مش ظهر اللون كويس هو بقدمها بقى يعني بصراحة كانت حلوة جدا هقطع كده معاكو صبع من الكفتة وهوريكو بقى شكلها من جوه بصراحة جميلة جدا يعني زي ما قلتلكم الاضاقة بجد مغمقة جدا اللون بتاع الكفتة ومن جوه بقى مستوية هي والمكان اللي هو مكان السيخ بصراحة ده اللي بيخليها بقى مش مكتومة من جوه وبيخليها طبعا ايه بيكون السوى من بره زي جوه يعني الكفتة بتستوي بسرعة معاكي وزي ما قلتلك بقى هتقدمي جنبها بقى طحينة او بطاطس طحينة وبطاطس يعني وصلطة او ممكن تكل جنبها مكارونة او ممكن تقدميها كده في سندويتشات جربوها بقى وقولولي رأيكو ان شاء الله هتعجبكو جدا جاي بقى رمضان بإذن الله كل سنواتوا طيبين رمضان يوم الجمعة ان شاء الله يعني هنعمل بقى مع بعض وصفات كتير حلوة هتعجبكو بإذن الله بس اهم حاجة بقى في اخر الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلوكم مني كل جديد ان شاء الله اشوفكو في فيديو جديد يلا مع السلامة